اشتركوا في القناة موسيقى 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 اهلا بكم الجليد عزان المشاهدين نشر موقع منظمة الأمم المتحدة مقطعا عن الدمار في مدينة الموصل تحدث فيه الخبير الأممي في إزالة الألغام بول هسلوب ووصف مدينة الموصل بسبب دمارها وكأنها مدينة ستارتنغراد الروسية أو هامبورغ الألمانية أو كوفتري البريطانية وذلك بعد الحرب العالمية الثانية دعونا نشاهد المقطع الذي نشرته الأمم المتحدة حول دمار الموصل وحديث الخبير الأممي فلنتابع العلغة الأولية المجتمعي بواسطة الجهال. لأنه موجودا للتجربة مباشرة، في السلقان والبقاء، كيفية فقط تغييرًا. موسولي رأيش الغدارة بالنسبة من المقربة، موجودا للأرضاء والإسراء وبالتدار من أول النهاية. ومعا ب يعرض بصفل الهدى سوريا لها تشعرين أول أول مجالك في المرانيا من المسل. كانت أكثر كالضي المدينة على إسس مسؤول على المدينة وعندما كانت المدينة خلالهم كانوا هم تهتم حياتهم لقد كانوا عالي 2 يومينين ومقوطهم ومقاعدتهم كانوا في العالم يامل المنزل على المبانقات على المدينة ومقاعدتهم بيشتركوا في مدينة ومقاموا فيها رجالات كانوا يجادوا أميان وفميونين لتعاوني على القرآن The fighters were wearing suicide vests and prepared to fight for the end. And the coalition forces dropped a lot of ordnance on them. So the explosive hazard and the explosive contamination in Mosul is unlike really anything I've seen before. So you would have buildings that were collapsed in on bodies. Some of the buildings had been booby trapped or rigged with explosives to stop people returning home. And then there was the unexploded ordnance from just the actual fighting. عندما تبحث عن هذا النقاط يجب أن نحصل على محلاتهم يجب أن يكون هذا الصعب ويجب أن يدخل عليها أمساً تلك الباب المختلفة إذا اراجت أمساً ويجب أن يترك أمساً موجودة للترابط على المثال الزائرات ومساعدة الكثير من المستقبل فإنما ي永د تجربة في السفر اضافة من قبل مجالة تكون مخترت بائنا فهذا كانت هناك كثيرا و أحسارة و أنه يقومون على الزواج لا تتبع الملك بميور أو سرق بها حتى يقومون العادة فقبل ظاهر وصول البناء الآن الملاجدين الحقائى الذين الذين بالتعطف الذين يقومون بمجرد على قطعهم على قطعهم إنهم يظهروا القليلAB إنهم الاراكس فقالوا وراء وراء المملكون إثناء المملكون يعتمون بحيات المسابقين وخصفهمهم في منزلون البعض ويجلبهم إلى أعضف متأمير ويجلبهم في مجلس المملكون إلى تحيظه المملكون لكنك أيضا الوزن النجاج مثل هذا الفقر وكيف يمكنك تترير الصوت على العمل إذا كنا نقوم بالم temperatures beyond مهم كما نظروا بشكل مهم كنا نقوم بتحقيق مكان بإمكان إمكانبال مهم خلال؟ كنا نقوم بإمكاني إنهم إمكان إمكاننا القدران نقوم بإمكاننا إلي هو من مفرَّن تقليل كنا نفرحني لي وقع مع الجمهارة وإذا كنت أ leaving الم منتعروف من المحل لذلك يجب أن يجب أن يطرق لهنا نحتاج إلى حول يعيش وليس إنه لم يتمكن بخلال مهمة بإمكانهم من المستخدمات but it's allowing them to have access to clean water, to electricity for the schools to be cleared so that the children can go back to school, so that health posts can be cleared so they can be refurbished, so that hospitals are safe, so that you doctors can start having procedures and surgery, and a lot of the work we've been doing has been working to ensure that we prioritize the task that we do that has the most important impact, so if we clear a water treatment plant that's going to provide 250,000 people a day with clean water, or we clear a bridge so it can be repaired enough to know that ومع أن أفضل بفظاوات في يوم سواء. ثم أعرف مفاقية؟ أعرف ما يجب أن يضع اضع للعاقب للتأكيد؟ فهو أنه نجد حيث في موزل انه حوالي كما فضل أن يقل بزنها وإن تحقيق من جميع المحاولات ويبدو أن يكون شد رائعًاً حوالي أقدم لعرفة كيف أن أعدادهم وكيف يريد كف losingهم محاولاً. يحصلون إلى مرحلة مرحلة ومعظمون رسلية جداً ونحن نساعدهم بإمكانهم تحضير المعضة ونحن نشعرون مجدداً ونحن نحن 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 اشتركوا في القناة يعني منظمة ازالة الارغام التابعة الى منظمة الامم المتحدة كلام واضح شفنا ترجمة من قبل الخبير الاممي قال بان الدمار الذي شاهده في الموصل لم يراه في العديد من الدول لا في افغانستان ولا في دول شهدت حروب كما في القارة الافريقية شبهها بمدينة ستارينغراد ومدينة هامبورغ الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية ازالة الارغام تحتاج في نهاية التقرير شاهدنا الى نحو عشر سنوات حتى يتم ازالة جميع الارغام شاهدنا الدمار الواسع في مدينة الموصل بعد سنتين من استعادة المدينة الحال كما هو لم يتم اعادة اعمار المدينة التقصير واضح من قبل الجهات الحكومية في اعادة اعمار مدينة الموصل في هذا السياق اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وضع خطة معركة الموصل اتهمهم بالتسبب فيما تشهده المدينة من فوضى وفساد اداري واوضح البرزاني خلال كلمة له في اربيل بان الموصل منذ استعادتها من قبضة تنظيم الدولة شاهدت اهمالا وفسادا اداريا جسيما ما ادخلها في مرحلة من الفوضى خلونا نشاهد تصريح السيد مسعود البرزاني نرجع لكم قلت لهم بصراحة انتم تتحملون مسؤولية ما سوف يحصل بعد التحرير وانا ريحت ضميري وهكذا بدأت عملية التحرير وفعلا بعد التحرير تركت الموصل لقدرها المجهول لا نظام ولا ادارة حالة من الفوضى والفساد وللأسف الشديد التركيز كان على كيفية تقاسم الاموال التي قد تخصص لعادة اعمار الموصل كيف تتقاسم هذه الاطراف هذه الاموال بدلا من تخصصها لعامار المدينة نعم كلام واضح من قبل رئيس الحزب الدين قراطي الكردستاني مسعود البرزاني معنا اتصال ومازهار من بعضها تظلوا مازهار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيجي حياك وحياها القناة العظيمة وعامليها بالنسبة الى الموصل الحدباء الموصل هي من اكبر محافظات في العراق بعد بغداد الموصل كانت اجمل مدينة هي واهلها يعني هي مدينة جميلة الى اضعاد الحدود واهلها اجمل منها بعد بها الناس المثقفين بها العلماء بها الكتاب بها كل شيء لكن من اجوا دمروا من المالك يسلم الموصل الى داعش دمروها دمروا كل محتويات الموصل وكل ما فيها وحتى اهلها وضيعوا كل شيء والطائرات التي كانت تضرب لم يكن يضربون على الاهالي كانوا يضربون على البناء متعمدين فلشوا البيوت فلشوا الابنية فلشوا كل ما هو جميل في الموصل وكان تعمدا في تضرب هذا الشيء الأوباس اللي ما يخافوا من رب الناس المهين حدث داعش هما من يجب داعش؟ داعش مجرد هو هو هيكل مصور من أمريكا وإسرائيل وإيران هما هما هيها كلها دعاية كلها مؤامرة مدبرة على الموصل اللي يريدون خلوها بهالحالة هذي ومع مع مرور الزمن والسنين عيصار سنتين حوالي سنتين بعد ثلاثة من خلصة ومن احتلال الموصل تسواوا بها دمروها لا رجعوا الناس اللي طلعوا هاجروا ولا بنوا بيوتهم ولا بدأوا كل المحافظ المحافظة غير المحافظة اللي بيها يبوق ما يلحق يعني فساد بيها فساد إلى أبعد الحدود مع الأسف الشديد هاي موصل الحجباء الجميلة اللي هي نعدمت بهذا الشكل ونعتب على هاي العصابات اللي دا تحكمنا ندعم رب العالمين انه ينتقم من كل ايديات المقاتلة قتلة هذا الشعب المسكين والنال والنال اللي هي راجعوه ودعو ربنا ندعي لهم دائما ان شاء الله يحرمهم من كل شي مثل ما دمروا هذول الأصطاع اليتامة والمساكين والناس الله يدمرهم ان شاء الله بالآخرة هاي اللي تنفعهم هاته الآن الفخرة هي اللي رح تنفعهم إذا يعرفون أكو آخرة إذا أنا يهود يعرفون آخرة وأنا أشكرك شكرا ومازال من رداد كانت معنا طبعا ما أشار إليه الخبير الأممي بأنه لا يستطيع أو لا تستطيع العوالي العودة حاليا إلى مدينة الموصل بسبب تواجد الألغام وتحتاج إلى وقت كذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال بأنه على الرغم من هزيمة تنظيم الدولة في العراق إلا أن نحو مليوني نازح ما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم وأضاف البرنامج الأممي أن أربعة ملايين آخرين من النازحين الذين عادوا إلى مدنهم وبلداتهم التي دمرتها الحرب بحاجة ماسة إلى المدارس وإلى المستشفيات وإلى وظائف لدعم أسرهم وأشار إلى أن أعضاء فريق النقد مقابل العمل الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق هم من يزيلون الأنقاذ والحطام من منطقة مجمع ومستشفى الشفاء غربي المصر معناه اتصال من المصر أبو مصطفى تفضل أبو مصطفى من مصر تفضل مصطفى السيد أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتمنى أولا أن أعزاء أهلنا وعوائلنا وعشائرنا وأهلنا جميعا في العبارة المنقوبة مع الأسف مع الاعتذر على التأخير لكن الظروف نحن لكم جميعا البطاءة لله ولد وحضركم إلى السمود والصدر والإستان وإما يحدي بالنسبة لمدينة المؤسل المنقوبة المضمرة لتأمرها العصابات والسنزمات وهي من صناعة المستعمر الأمريكي الإيراني الغبي الحافظ العنصري المجرم الإرهابي صنع الإرهاب وصنع العصابات والسنزمات والعنصرية والفتن يتليدي حاجة غريبة حاجة عجيبة لا تحقيق ولسه الجسس الشهداء المدنيين العزل والأطفال الردف تحت الأنقاض حتى على الأقل على الأقل إكرام الميت دفنه حتى ما فيش شرف ما فيش نخوة حتى تطلع المدنيين والأطفال تتنوهم حتى زي الشرع وزي دينة دين الإسلام مجال هي خلاصة نزع في الرحمة والإنسانية من قلوبكم يا أخوانا يا قتلة والمجتمع الدولي اللي ساكت اللي ساكت على الجرائم والجماعة العربية ما سمعنش حتى إيجانة حتى تنبيه إحنا عاشين فأنا عاصل هل جاءنا العاصر الهبطوس وإلى المنطق فأنا عاصل فأنا منطق فأنا شر كان يحاسب طرد على الكتر على المدنيين العزل اللي كانوا بيخرجوا من تحت قبضة عصابات تنظيم الدولة بيطلع بريق بيسترجع بقولوا انقذوني يتباحوه يتباحوه يتبخنوا بالفيديوهات وينشروها على الملأ ويتباحوه وقصعوا الوثن والأمس والأذن فأنا عاصل لماذا المجتمع الدولي ساكت لا يحقق في الجرائم لماذا عايزين نعرفوا ايه السبب عن تنمينا رخيص عن احنا مجرمين عن احنا جريمتنا ان احنا في أوصالنا عايزين يعيشوا بكرمتنا عايزين تدول تلمل الصنقة نسمو حبين للسلام نسمو حبين للإنسانية نسمو عندناش عنصرية أكتملت بالله ما عندناش عنصرية ولا نعرفوها أبدا ولا ندعموها أبدا ولذلك نقوله أهالينا وعوئنا لأننا عارفين أهالينا كويس لكن العصابة دي يا سيدي من عدد من رجلتنا ومن حتى نحكينهم وأنفسنا ويكون عندنا شرف وكرامة والله لا يمكن السكوت عليهم واللي يسكت على هؤلاء الكترة والله ما عندك شرف والله الذي لا إله إلا هو ما عندك شرف ولا عندك كرامة يا عمي عمي الأمريكان هيتكبحونا عمي الأمريكان هيتسمعوا الفتنة في أوصالنا في كل بيت في كل شارع عمي لازم تعملون حركات لمكافة العنصرية لازم تنقى فيه كفاح ثوري أفوأ عمي تمت الحرية صطع تمت الحرية صطع نعم للسلم نعم للعزة نعم للشرط نعم للكرامة عمي إحنا خلاص عمي إحنا إذا فقتنا إنسانيتنا خلاص ما عندنا نشكين عمي عايزين نعيشوا بسلام عمي منحقنا نعيشوا عمي عايزين نعلموا أثناءنا عمي عندنا طوح عندنا أمل هؤلاء الكترة تباحونا في مصر تباحونا في الجزائر تباحونا في تونس شووهوا قرامتنا في العالم كله واسمح لي نحيي دولة نوزيلندا ونحيي شعب نوزيلندا الإنسان البطل الشريك نحييكم بتحيي العندة والشرف ويريد هؤلاء القتل الأحزاب المجرمة النصابين يتعلموا الإنسانية من دولة نوزيلندا ونبارك لشعب كزائر الشقيق نحييكم وألف نهار مبروك وقبل الشعب العراقي ما يتحرر من عضاب المستعمار الخوانة نعم أنا أشكرك مستقل السيد من مصر كان معنا طبعا جراحات الموصل ما زالت مستمرة العبارة لغاية الآن هناك جثث مفقودة تحدث عنها عضو مجلس محافظة نيناء وخلف الحديدي وقال بأن الطب العدلي والقوات الحكومية تلقت بلاغات من 94 عائلة لا تزال جثث ذويهم مفقودة في حادثة عبارة الموصل أضاف الحديدي بأن علد الجثث المستخرجة من نهر دجلة إلى غاية الآن وصل إلى 99 جثة غالبيتهم أطفال ونساء بينما بلغ علد الناجين 55 شخصا وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني منتشر على طول الشريط المحاذي لنهر دجلة من الموصل إلى محافظة صلاح الدين للبحث عن باقي الجثث ما يلفت النظر في المقطع الذي نشرته الأمم المتحدة بأن الدمار الواسع في المدينة كما أشرنا وعدم جدية الحكومة في إعادة بناء المدينة وفي رفع الأنقاض وفي استخراج الجثث من تحت الأنقاض يوضح أنه هذا المسلسل الموضوع والمدروس من إدخال تنظيم داعش وبعد ذلك خروج القوات الحكومية في عهد نور المالكي وكذلك بعد ذلك شن عملية عسكرية واسعة بعدما سيطر تنظيم داعش على المدينة العملية التي قادتها أو قادها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لم تجرب للمدينة ولا للمدن الأخرى إلا الدمار الدمار يعني يفوق التصور يعني كأننا نشاهد أفلام من أفلام هوليوود وليس حقيقة واقية على الأرض ولكن هذه هي الحقيقة مع الأسف يعني أكثر من أربعين ألف مدني قتل في هذه المعركة أكثر من مليون ونصف فقط من الموصل تم تهجيره الجثث حوالي أربعة آلاف جثة كانت تحت الأنقاض منها الكثير لغاية الآن لم يتم استخراجها بسبب الجهود الذاتية من قبل الأهالي ومنظمات الإغاثية المحلية والدولية والحكومة غير جادة في إعادة بناء المدينة واستخراج الألغام نعم هناك بعض الجهود من قبل قوات أمنية كما شفنا بالمقطع من قبل الأمم المتحدة ولكن لا تكفي لأن الألغام كثيرة وواسعة في هذه المدينة معنا اتصال أبو فيصل من السعولية تفضل أبو فيصل وعليكم السلام ورحمة الله كلا يا أهلا بك على أنه وسهلا بك تهيئ لك وتحيئ لغنات تحيئ لك وتحيئ لغنات تحيئ لغنات لكن نجبر جريمة الموصل هذه عرض غناتك من موقر هذه الصورة من اللون المتحدة هذه جريمة نكرة جريمة الدمار الصيفي هذه ليس التحرير وإنما هي تخريب ودمار يعني وهي النظام الإيراني هو له الدورة الأول في الإجرام بالعراق هو كبب دمار هذا البلد العزيز وهو نابع من حق الطائف إجرام نحن شاهدنا الميليشيات الإيرانية مثل هذا الحذاء الخزعلي وهو يتواعد الموصل فهذه جريمة ليس التحرير هي جريمة أكرار نطالب من الشرفاء العالم نطالب من الأمم المتحدة بمحاكمة المجربيين خصوصا ميليشيات إيران على راتها حزب الدعوة اللعيف وتحيئ لك حياك الله يا أهلا بك أنا أبو فيصل معنا أتصال أبو الحسن من باداد أبو الحسن شاهدت أنت المقطع مقطع الفيديو اللي نشرته الأمم المتحدة حول دمار الموصل وتحدث فيه الخبير الأممي بإزالة الألغام بأنه لم يشاهد مثل هذا الدمار لا في أفغانستان ولا في دول البلقان ولا في دول في أفريقيا كيف تعلق على هذا المقطع السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم والتي تنقل الحقائف للشعب العراقية وكل العالم والمنظمات الإنسانية أخي أمر نحن نقول مشكلة وإنما هي مو مشكلة وإنما هي كوارث على الموصل بدأتها الحكومة العراقية وبالتالي أن يعتبر الأمم المتحدة هي شئيكة في الكوارث والعمليات تدمير الموصل لأنه مغ مرق جدي اتجاه الموصل من العمى المتحدة ومجد الأمن لأن هذا تدمير شامل ودكتالي قتل أبناء الموصل لأن أبناء الموصل لدى الموصل ومحافظة الموصل كفاءات الحلمية والقيادات العسكرية التي قاتلت إيران لمدة الثمانية السنوات وهذا أيضا بالتعاون على الحكومة العراقية وإيران حيث أنه يريدون ينحون ملامح الموصل وبالتالي يأتون بعناطر إيرانية تسكن الموصل حتى ذاك الوقت سيطر إيران وملاعها على الموصل ثم تهجير أهل الموصل هي أيضا هذه الكوارث أتت من تنظيم القاعدة إلى داعش يومية عملية وتشارك بها إيران تنظيم الدولة أو تنظيم داعش إيران قديها مع الكراك در قادة تنظيم داعش ودخلتهم عن طريق سوريا إلى العراق حتى يدخلون المنافق التي فيها استقرار أمني وبالتالي يدمرون البنية التهتية ويدمرون الشعب في داخل هذه المحاصبات لكي أنهم ناس عرب أصائل وكي أحضر من قادة الجيش العراق السابق التي شاركوا في المعارك التحرير وشاركوا في قضية فلسطين أكثر 1973 و48 بالإضافة حوض المعارك في قادة سياد صدام الثانية نعم أبو الحسن نعم هو أردس لك على موضوع الموص يعني الولايات المتحدة الأمريكية لما جدت وغزت واحتلت العراق من العام 2003 ولغاية الآن يعني لم نشاهد من هذه السياسة من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إلا الدمار إلا الدمار وإلا جلب تنظيمات تستخدم كحجة لضرب المدن في العراق ونفس يعني السياق الإتيان بحكومات تتعمد سياساتها لخلق تنظيمات متطرفة في المدن العراقية يعني الأمر بات واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية جاءت لدمار البلد وليس كما ادعت أنه نشر الديمقراطية والحرية وإلى آخره وهذا التقرير الفيديوي اللي بثت الأمم المتحدة واضح جدا يعني إذا أخذنا منها نقطة وحدة يقول لك الخبيرة الأمم بي نحتاج عشر سنوات حتى نقدر نزيل الألغام أخي أمر نعم الولايات المتحدة العالم سيطرة على كل العالم بما فيها مصطل الأممية يعني الولايات المتحدة نحن نعرف أن القرار الأممي عندما يقر تتزم حتى البيتو الإضاءة إلى الدول الكبرى الإضاءة إلى مجلس الأمن أجلس الأمن هو أيضا تقوض أمريكا فالقرار أمريكي مهما يكون اتجاه العراق هو اتجاه قرار أمريكي بتدمير العراق لأن العراق حاضنة للأمة العربية وحاضنة لكل العرب ومداجع حقيقة لقضية العرب المركزية هي فلابد أن نستهدف العراق من أمريكا والكيام الصيامي وإيران ترى إيران شريك رئيس في تدمير العراق لأنه أه عراق يوم جمجمة العرب فجمجمة العرب عزما تقون جمجمة تهي التكتير لتلاد العرب وتحرير العرب من تعمار الأمريكي الصحيون من طاق أمريكي فلابد أن استهدف العراق بهذا الاتجاع في عمر نعم فنعرف أن أمريكا الآن هي اه 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 بالقوة وبالتالي جاءت بعملها حتى بات السيطر على ثروات النفوط هي ما جثت على ميعين العراقين أو اه 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 دمار شامل حفاظا على اه 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 الان اه سلسطين من 48 ولحد الآن قتل الشعب السلسطيني مع قصة تنكار دولي ولا قصة تجاج امريكي وانما كان متانسا نعم لجرائم الطهينة اشكرك ابو الحسن من بغداد كان معنا مستمرون معكم عزيزا مشاهدين بتقديم هذه الحلقة ناخذ هذا الفاصل ونعود إليكم ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مجليد عزيزا المشاهدين مع الاتصال ابو ياسين من ديالة اتفضل ابو ياسين لا ابو ياسين تسمعني ابو ياسين انقطع الاتصال مع ابو ياسين من ديالة دعونا نقرأ بعض رسال والساب يقول السلام عليكم يقول العبادي عندما أعطى الضوء الأخضر للتحارف الإجرامي وللميليشيات التابعة للمراجع كما قال ما تسمى الدينية بالهجوم على مدينة الموصل قاموا هؤلاء المجرمين بهدم البيوت وسرقة المتلكات وقتل الأبرياء وما زالت الجثث تحت العنقاض أراد هذا ما يسمى العبادي بتجديد الولاية الثانية له ولحزبه الدموي حزب الدعوة العميل التابع لإيران إن شاء الله سوف يحاكم وكل من دمر العراق رسالة أخرى يقول فيها تحية لك أخي عمر يقول الدمار والخراب وغير ذلك كثير سببه الميليشيات المجرمة وأحزابها خصوصا العراق خلال 16 عام في ذكرى الاحتلال لم يتحقق أي إعمار للبلد وبالخصوص فإن الفساد من الحكومات التابعة لإيران وعن أي تنظيم يتحدث هؤلاء الأحزاب تنظيم الدولة هو صناعة إيرانية هم روجوها في إعلامهم الكاذب الموصل يجب أن يتم التركيز على إعمارها وعدم إهمارها طبعا نعيد تصريح برنامج الأمم المتحدة لتحدث الأممائي حول هزيمة تنظيم الدولة وحول النازحين يعني قال برنامج الأمم المتحدة الأممائي بأنه على الرغم من هزيمة تنظيم الدولة في العراق لأنه نحو مليوني نازح ما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم وأضاف البرنامج الأممي بأن أربعة ملايين آخرين من النازحين الذين عادوا إلى مدنهم وإلى بلداتهم التي دمرتها الحرب بحاجة ماسة إلى المدارس والمستشفيات وإلى وظائف لدعم أسرهم وأشار إلى أن أعضاء فريق النقد مقابل العمل الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة هو من يزيلون الأنقاض والحطام من منطقة مجمع مستشفى الشفاء غربي مدينة الموصل معنا اتصال علي من بغداد فضل علي علي تسمعني علي يبدو أننا فقدنا الاتصال مع علي من بغداد طبعا المستشار محافظ الأنبار الشؤون الإغاثية مازن أبو ريشة قال بأن 30% من الأسر النازحة داخل المخيمات في المحافظة لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم أكد بأن الأسر المتبقية داخل مخيمات النزوح في محافظة الأنبار والبالغ على ذها نحو خمسة آلاف عائلة متهمون بصراتهم بتنظيم الدولة الأمر الذي يمنعهم من العودة إلى مناطقهم وإلى بيوتهم أطلقت كذلك المنظمة الدولية للهجرة الدولية نداء جديد لتقديم المساعدة الطارئة للنازحين في العراق وقالت المنظمة في بيان لها بأنه لا يزال هناك نحو مليون وسبعمائة وخمسين ألف نازح في العراق على الرغم من أن عدد الأشخاص النازحين الخفض تدريجيا منذ العام 2017 بيانت بأن الكثير من الناس لا يمكنهم العودة إلى ديارهم لأن منازلهم دمرت ولحق بها الأضرار الجسيمة كما أنه لا يزال ينظر إلى مناطقهم الأصلية على أنها غير آمنة أو بسبب الاضطرابات العقلية والنفسية الاجتماعية أو لأنهم لا يحصلون على الخدمات الأساسية في مناطقهم أوضحت المنظمة بأن ما يقرب من ثلث النازحين أي نحو 530 ألف شخص ما زالوا يعيشون في مخيمات تحتاج إلى دعم كبير إذن مأساة النازحين ما زالوا مستمرة وبأعداد كبيرة جدا علي البرزنشي من بغداد يعاود الاتصال معنا تفضل علي علي تسمعني نعم يبدو أننا فقدنا اتصال مرة ثانية مع علي من بغداد صحيفة فينشل تامز البريطانية تحدثت بأن مليون وثمانمائة ألف عراق ما زالوا نازحين في ظروف صعبة بسبب الخلافات السياسية الداخلية وانتشار الجماعات المسلحة معنا اتصال سامي من بغداد فضل سامي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحياتي لحظة تلك وعلينا كثير والإدارة للقناة أهلا وسهلا بك أستاذ عمر سبحان الله نحن من تحرير إلى تحرير جماعة البلد كل تحرير يقرب خراب لا تتصور سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحكومة الحكومة العراقية على الحكومة وعلينا على ساتج جمع أموال لإصلاح اللي ما يعني دمر يعني مواقق خلال الحرف ما ولا خطيئة هاي العواية إذا هي مهجرة وإذا هي رأس لا ما ححد ما استفاد من كل شي أكون في ناس رمك الله يعني مجرمين واثمين على خطة ثون ثون خطة النفط واثمين بالنص وش يسمع يعني يأخذون إجرتهم من هذا مثلا وما يوصل أي لن للناس يعني ألو أسمعك سامين أسمعك نعم أستاذ عمر هذا عراق التحرير هذا عراق الديمو الخلاطية هذا عراق نور مالكي أقسم لك بالله يا أخي العزيز وكل واحد حتى يا أخي حتى المدارس وحتى الميعرف هذا منشاف هاي هذول قام يطو صداع بالمظاهرات وما شون وبالأنبار وكذا هاي زين راح استشار هذول يعني عملاء الموجودين هنا اللي كونها تشتغل الإيران فالإيراني قالوا هاي منه 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 بالعراق كله يكره 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 هاي قال لك هذول منطقة الغربية دول السنة لازم نسحقهم فبدت هو بده بالطائفية وهو بده حتى لا يقول شعبنا بالجنوب لو بالوسط وشي يعني العالم ما أريد نعيد مرت اللغ يعني بس القاعدة بصفة كل ما نعرف فيه الشغلات فهم جابوا هم أتوا بالطائفية فما من نحكي نقول سنة وشي هم المفروض يقول لك هذول هذا سامي نعم عرضنا مقطع بثت الأمم المتحدة حول دمار الموصل أسمعك تسمعني 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 نعم مقطع عرضنا في بداية الحلقة بثت الأمم المتحدة حول دمار مدينة الموصل تحدث فيه خبير أممي حول إزالة الألغام قال نحتاج إلى عشر سنوات لإزالة الألغام وقال إنه هذه المدينة مدينة الموصل أول ما دخلته انصدمت بحجم الدمار قال أنا شايف أفغانستان ورايح إلى دول البلقان ورايح إلى دول أفريقية يعني شهدت حروب ومعارك وصراعات قال ما شفت مثل ما شفته في مدينة الموصل من دمار ومن خراب شبهها طبعا بمدن شهدت يعني دمار واسع بمان الحرب العالمية الثانية مثل ستالينيقراد مثل هامبورغ العلمانية مدن أخرى وعرض المقطع طبعا كذلك صور لتلك المدن في تلك الحقبة تعليقك حول هذا المقطع يعني إذا بس إحنا الألغام نحتاج عشر سنوات وين جهود الحكومة المدينة مع كل هذا الدمار البرلمان ما أعلنها مدينة منكوبة في الدورة السابقة ولا الدورة الحالية أستاذ عمر خلي نرجع مثل ما تفضلت نعم زينينيقراد وألمانيا وكذا هذول بيناتهم العالم نفسهم الشعب زيان التحد إذا هم شي نسموه المسيحين من جانب ومسيحين من جانب آخر تعرف كاثريك وبروتستان وكذا كلهم التحدى وفي سبيل التصليح على المدينة وشافوا الدول الغربية اللي هدمت هاي المناطق شافوا الناس بالتحديين وشافوا الناس انه يريدون يعمرون بلدهم بسوا بس دعا انت عندك عنصر هنا يكره يكره ما يريدنا أصلا جسمه يعني احنا بتلينا انه العراق من العشرينات انه احنا على اساس نسوي ثورات وكذا لأن احنا ياخن نشوف رجل عجر احنا نقوم ضد هنا جماعة مبسطين فرحانين على اساس حرية وديمقراطية وقاعدين برلمان وضحك على الزقون وشسمه يعني الشعب هو الشعب ياخذ يتحد مع بعض والشعب يخلي ييد بييد وهذا ولا ما يصير لهم مدخل بأي مجلة الآخر عزيز فلهذا هذا أقو عنصر موجود في الحكومة مثل المالك وربعة وغيرها كلها تابعين الإيران والإيران إيران العراق يروح يرجع راحة الوطنية راحة العروبة كلها راحة هالشكل ما يحجون إلا بالمذهب والسيد فلان والسستاني بالنسبة لعالة عمار المدن المدمرا اللي يعقد بالكويت قبل سنة أكثر وين صارت الأموال وين صارت هاي الدول برأيك والله أستاذ أستاذ عمر والله العظيماني أعرف كنت أدرس بواحد اثنين من حجم الراحين هناك يعني هذول أصلا أصلا يعني ما أصلا جاي لمناطقنا هاي المناطق الغربية أصلا يعني كلها تدور كوميشينات كلها تدور شهرة كلها تدور والله قاني قابلة الامراء الكويتيين الامراء السعوديين الشكل يا أخي العزيز ما راح هذا العراق ما تصير لقائمة أبدا ما تصير لشارة ولا مناطق تصير إذا هالزمرة هاي الموجودة موجودة تابعة لإيران لازم يقلعون يا أخي هذول هذول مثل السرطان لازم لازم يتوقرون من المكان يا أخي غز علي وربعة ومالكي والميليشيات هاي اللي الصول يجيون في العراق متحياتي لها دارة علي أشكرك سامي من بغداد رسالة عيو الساب يقول فيها أخي هي بس عبارة الموت الموت الأبرياء في الموصل يقول والله في كل محافظة توجد عبارات للموت وأقول من يتحمل دم الأبرياء واليتامة والأرامل هي المراجع بسكوتها والخونة من الشعب أخي اللي يحكم بالبلد المذهب وليس القانون النائب عن محافظة ديالة طبعا يعني احنا شهدنا السيول الفيضانات في الأيام الماضية في بعض المحافظات العراقية اتحدث عنها النائب عن محافظة ديالة رعد الدهلك ودعا الهيئات والمنظمات الإنسانية إلى إغاثة النازحين في المخيمات الذين غرقوا من جراء الأمطار الغزيرة التي اشتاحت البلاد قال بأن على رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يعاز باستنفار الجهود الخدمية كافة لإنقاذ النازحين في المخيمات التي غرقت بعد الأمطار والتي اشتاحت البلاد خلال اليومين الماضين أضاف الدهلك بأن من المؤسف أن يبقى الجميع متفرجا على ما يعانيه النازحون من المأساة يندى لها الجمين ومن المعيب عدم إيجاد حل هذه الشريحة في وقت يكثر التطبيل في الإعلام حول تحقيق انتصارات رابعا الانتصار الحقيقي هو يعادة هؤلاء إلى أماكن سكنهم وتخلص من جميع اللجندات التي تعيق عودتهم إلى مناطقهم النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي يتحدث عن موضوع المعتقلين وقال بأن المعتقلين يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل وزارة العدل وأوضح في تغريدة له على موقع تويتر محمد الكربولي النائب أوضح بأن مئات الشكاوى ترد من ذوي المعتقلين الذين يرزح أبنائهم في السجون منذ سنوات وأكد بأن معظم المعتقلين لا يعلمون التهم الموجه إليهم كما أن أغلبهم محتجزون بسبب تشابه الأسماء أو بدوافع طائفية أشار إلى أن وزارة العدل تمنع دخول ثرق حقوق الإنسان لمتابعة الأوضاع الإنسانية في سجونها وتسيء من معاملة ذوي المعتقلين لا سيما في سجن الناصرية طبعا سجن الناصرية هناك تصريح لمفوضية حقوق الإنسان تحدثت عن تسجيل انتهاكات صارخة في سجن الناصرية المركزي لمحافظة ذيقار عضو المفوضية زيد العطواني قال بأن السجن يضم حاليا أكثر من ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية في مباني متهالكة وأضاف بأن محافظة الذيقار منكوبة كالموصل وأن قلة المتابعة الإدارية فيها أدت إلى تدهور الخدمات وأكد بأن المفوضية سجلت ووثقت انتهاكات خطيرة في أغلب السجون في العراق دعونا نأخذ مقطع المفوضية حقوق الإنسان الذي يتحدث فيه عضو المفوضية زيد العطواني حول سجن الناصرية الناصرية للأحكام الخفيفة لا يسعن إلا أن هناك انتهاكات واسعة وكبيرة جدا في محافظة الذيقار بهذا السجن والسبب الرئيسي يعود إلى قدم الأبنية والاكتظار الكبير جدا حيث أن المعيار الرئيسي والعدد الممكن أن يتحمله سجن الناصرية للأحكام الخفيفة هو 250 نزيل ومودع إلا أن واقع الحال يشير إلى أنه أكثر من 750 نزيل ومودع نعم معنا اتصال محمد بن بغداد انقاطع الاتصال مع محمد بن بغداد يوم الظاهر أكو مشكلة بالاتصالات موضوع يعني في الموصل يعني حذر بطرياك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو من استمرار هجرة المسيحيين خارج العراق بسبب استمرار الانتهاكات ضدهم أضاف ساكو بأن الموصل أفرغت من مسيحيها وبين بأن هناك ضغوطات تمارس على قرى سهلين ومن أجل تغيير ديمغرافيتها ودعا ساكو الأحزاب المسيحية إلى التغيير في رؤياهم في سلوكهم وفي سلوكهم بدلا من الصراعات من أجل مصالح ضيقة على حد تعبيره يعني مثل ما أشرنا أنه مسلسل الانتهاكات والدمار والخراب في الموصل والموصل مثال لما يحدث في جميع أنحاء العراق ولكن بشكل أكبر وأكثر في مدينة الموصل إذن أعزاء المشاهدين تحدثنا في هذه الحلقة حول مقطع بثته الأمم المتحدة تحدث فيه الخبير الأممي في إزالة الألغام وشبه مدينة الموصل بأنها أشبه بمدينة سالينغراد وهامبورغ الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك أشار بأنه صدم عندما دخل المدينة وقال بأنه زار الكثير من البلدان التي شهدت معارك وشهدت حروب كأفغانستان والبلقان وبلدان البلقان وبلدان في القرى الأفريقية قال لم أشاهد مثل دمار مدينة الموصل قال بأن المدينة تحتاج إلى نحو عشر سنوات لإزالة الألغام وبأن فرق الإزالة تحتاج إلى وقت طويل وتحتاج إلى جهود دولية كذلك قال كل هذه الأمور تمنع من عودة الكثير والنازحين إلى منازلهم بسبب الدمار وبسبب وجود الألغام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزيز المشاهدين شكرا لكم وإلى لقاء بإذن الله